من ضمن المسائل المحيرة عند الناس اللي جوازها اتأخر اللي شاف اكتر من عروسها وكان بيعتذر او اللي جالها اكتر من عريس وكانت بترفضه مش علشان حاجة خاصة بالدين تماما ولا حتى بالاخلاق انما في بعض الصفات كده مش عجبان شكلها مثلا هي تقول مثلا طريقة لبسه وطريقة كلامه اهتماماته اللي في الحياة وطموحه مثلا لكنه صادق وامين ومحترم ومكتهد وبيصلي فهل كده انا بتبطر على نعمة ربنا بالذات الشباب والبنات اللي جوازه متأخر فيبدأوا يحسوا ان ربنا بيعقبهم انهم رفضوا نعمة قبل كده عشان ما تحترش لأ ولكن لأ ولكن يعني ايه يعني رفضك لعروسة او رفضك لعريس مش عشان دينه خالص ولا اخلاقه اللي هي الاخلاق الاساسية ده مش بطر على النعمة ولا معصية لسيدنا رسول الله ولا ده يستجلب العقاب من ربنا والعلمة لما جم يشرحوا الحديث المشهور اللي المسلمين حفظينه من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعله تكن فتنة في الارض وفساد عريض الامام القاري بيقول دينه معروفة وخلقه يعني عشرته يعني لما قعد أحس بالكامستري اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليها انظر إليها محتاجين تتكلموا تشوفوا بعض ذلك أحرى أن يؤدما بينكم يحصل بينكم مودة وانجذاب والسيدة امرأة ثابت ابن قيس راحت لسيدنا النبي قالت له ثابت ابن قيس لا أعتب عليه في دين ولا خلق ولكني أكره الكفرة في الإسلام تقصد كفران العشير مش قادرة تكلم معاه ده حديث البخاري بن حجر بيحكي بيقول أن في رواية تانية للحديث كان سيدنا ثابت بالنسبة لامرأة ثابت ابن قيس شكله مش حلو فكاد تبصله تحس أنها مش منجذبة لشكله خيئة ربنا سبحانه وتعالى فقال لها ترد لي المهر أتردين عليه الحديقة قالت نعم قال أطلقها تطلقها خلاص مش هينفع تعيشوا مع بعض وهي بتقول أن شكله بس فهم العلماء من الموضوع ده أني مش حرام أن أنا أرفض عروسة أو وحدة ترفض عريس علشان حاجة غير تدينه أو أخلاقه الأساسية من الصدق والأمانة وتحمل المسئولية وأن الناس الحيرانة في الموضوع ده أنت ما عملتش حاجة غلط ولكن لأ ولكن ولكن إيه نهار ده لو الموضوع ده تغير كتير وتكرر كتير شفت عرائز كتير وانت شفت عرسان كتير منهم ناس محترمة جدا جدا وبترفضي باستمرار هنا إحنا محتاجين زي الطب كده لما الطبيب بيشك في تشخيصه بيطلب رأي آخر ساكن أوبينيون شهور جدا في عالم الطب ولما نبقى قلقانين من التشخيص بسبب صعوبة الحالة بنطلب كونسولتو طبي بقى الله إحنا عايزين بقى إيه مجموعة أطباء وخبرات مختلفة وهنا ما ندمة من استخار وما خابة من استشار بني آدم لما يلاقي نفسه خريطة طلباته بقت معقدة ما كل واحد عنده خريطة ذهنية وعلى أساسها بيرفض ويقبل يعني انت عارف الجمال التلفزيوني بتاع المودلز مش لازم كل بنت تبقى جميلة زي المودلز اللي بتشوفهم في التلفزيون وفي بنات جمالها متوسط وقلبها زي العسل ومش لازم كل الرجالة تبع عندها عروق في دراعاتها وسيكس باكس والحاجات اللي بقت زيادة بسبب يعني الإعلام والسوشال ميدل اللي دخل بيوتنا رفع سقف التوقعات هنا ساعتها لازم أخد رأي حد تاني لأن ساعات البني آدم بيرفض نعم كبيرة جدا جدا هنا القضية مش رفض النعمة هنا القضية في عدم حكمة الاختيار ودي فايد الدخول للأهل والأصحاب وأهل الخبرة ويا سلام لو عندك شيخ مربي لأن ساعات البني آدم بيرفض شخصية بتعمله حاجة اسمها ميررينج عند العلماء المتخصصين يعني إيه؟ يعني أنا متسلط ومتعالي فاتقدمت العروسة شخصية قوية حناينا بشخصية قوية فمش هتبدأ بقى تناقشني وأنا محبش اللي يناقشني المشكلة عندي هنا مشكلة عندي مش مشكلة فيها وأنا هنا محتاج أعالج نفسي من تسلطي ده مش إن أنا أخلي الناس ملهاش رأي كل ده بيقول إيه؟ بيقول براحتك لو عايز ترفض مفيش حرام عليك في حاجة زي كده تقرر عندك ولكن لو الموضوع تكرر وبترفض كتير وإنت بترفض كتير دخل حد علشان يريح بالك من الحيرة اللي أنت فيها دي